طائرة حربية نيجيريا قصفت عن طريق الخطأ مخيماً للاجئين الفرين من عنف جماعة بوكو حرام شمال شرق نيجيريا القصف أدى إلى مقتل العشرات من اللاجئين وإصابة أكثر من 120 شخص منظمة طباء بلا حدود ذكرت أن عدد القتلى وصل إلى 52 شخص لسوء الحظ تم إجراء الضرب إلا أنه تبين أن سكان المحليين كانوا في مكان الحادث هذه نتائج ضبابية الحرب للأسف ولهذا السبب هذه الحرب يجب أن تنتهي يقول لاكي إيربور قائد القوات العسكرية الحادث وقع على الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي في منطقة ران قرب الحدود الكاميرونية في الشمال الشرقية لنيجيريا أعمال العنف التي تشنها جماعة بوكو حرام خلفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يفوق المليونين ونصف المليون مهجر اشتركوا في القناة